بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد للتعليق على ترويج بعض المؤسسات الإعلامية المتخصصة في أفلام الكرتون لفاحشة قوم لوط طبعا معروف هذه الشركات هي شركات عالمية تقدم أفلام كرتون ومسلسلات باللغات المختلفة ولها فروع في دول الشرق الأوسط الدول الإسلامية وهذه الشركات كانت سابقا لا ترويج لمثل هذا الكلام ولكن في السنوات الأخيرة بدأت بتغيير شعار الصفحة إلى شعار اللي اتخذه هؤلاء الذين يفعلون فاحشة قوم لوط بدأت ترويج لهذا الشعار بشكل واضح وصريح في تحدي واضح لغالبية البشر على كوكب الأرض يما كان الموضوع يتعلق بشركات كبيرة ليس لها علاقة بالأطفال كنا بنقول الناس الكبار عارفين هذا الموضوع ويستطيعون التمييز بين الحق وبين الباطل بين الخير وبين الشر المسألة معروفة احنا اصلا بنسمع وبنقرأ عنها بدون ما نشوف هذه الشعارات يعني انت لما تكون على الفيسبوك وتشوف هذا الشعار طبيعي جدا انك عارف لماذا هذا الشعار وضع اما الاطفال فهذه المسألة خطيرة جدا لانه في بعض الناس لما تناقشنا مع بعض يقولك يا عمي طب انت شفت هذا الشعار موجود على شركة سيارات فلانية يبقى تقاطع هذه الشركة الموضوع يختلف تماما الطفل هذا عامل زي الاسفنجة عامل زي حاجة كده فضية عامل زي كشكول فاضي انت بتكتب فيه اللي انت عاوزه او الشخص اللي موجود معه المدرسة المدرس يعني ممكن الاب والام يكونوا مشغولين عن الابناء وهذه كارثة موجودة الان بسبب العمل الشخص اللي بيعلم الطفل اللي موجود معه اكثر وقت ممكن هو ده اللي بيأسس قناعات وافكار الطفل طيب صارت الان الفكرة انه سيبوا شغال على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الافلام الكارتون والقنوات الفضائية وخلاص عشان الاب والام يشوفوا شغلهم هذا بيحصل موجود عندنا الان في كل مكان في الدول العربية والغربية الطفل لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل بين الخير والشر فطرته سليمة نعم فطرة الطفل سليمة ولكن ما يزرع في هذا الطفل هو الخطير فلما يشوف هذه الاعلام وهذه الاشياء والموضوع معتش فقط على القنوات مثلا قناة كارتون نتورك او ديزني او غيرها من المؤسسات ده كمان على الطعام تخيلوا الان صار الامر له علاقة بالطعام يا اخواني الكرام حتى شركة دوريتوس بتحط هذا العلم اللي انتو شايفينه الان ومسمية ريمبوز طيب ايه الخطورة على الاطفال الخطورة على الطفل انه الان تدريجيا يطبع مع هذه الاشياء فلما يكبر وتيجي تقول له هذا الكلام فاحشة وحرام لا تستطيع ان تقنعه على الاطلاق لما تقول له انه هذا الشيء غلط هو اصلا تربى على هذا الموضوع وشافه وبقى طبيعي عنده وخلي بالك فيه منشور الان هقرأه لاحد الاخوة يختصر هذا الموضوع ويختصر خطورة هذا الموضوع في المستقبل انه هذا الجيل يواجه فتنة الشهوات والشبهات وهذه المرة عبر مؤسسات انتاج افلام الكرتون حول العالم هذه المؤسسات يراها الملايين حول العالم ملايين الاطفال وموجودة باللغات العربية والفارسية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والهندية كل اللغات تقريبا موجودة هذه القنوات ومخصصين قنوات لدول الشرق الاوسط طيب ايه الدور اللي على الوالد والوالدة اول شيء مراقبة الاطفال يعرفوا هم بيقرأوا ايه بيشوفوا ايه مين اللي بيعلمهم بيقولهم ايه ولن اذكر يعني الناس عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها المرأة كمان عليها مسؤولية والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته هذه مهمات كل شخص معروفة لكل واحد منه ولكن لا بد من التذكير الطفل ده انت هتتسيل عنه ليه لانك مكلف وهو لسه لم يكلف الطفل ده الى الان لا يميز بين الخير والشر لكن انت تستطيع ان تميز بين الخير والشر ولذلك اي اخطاء ترتكب من هذا الطفل بتقصير منك انت ستحسب عليه بلا شك لما الطفل يميز بين الحق والباطل ايضا انت مسؤول انك توجهه كذلك حتى يكبر وينضج ويصبح مسؤول هو تماما عن تصرفاته اما انك تسيبه وتقول يا اخي انتو بتكبروا الموضوع وهذه مسائل عادية وهذا مجرد علم فقط وتنتهي القصة لا الخطورة انه في الفترة المقبلة ستجد في الافلام هذه الاشياء فهذا الموضوع خطر جدا تعالوا بنا نقرأ منشور الاخ هيثم خليل حول هذا الموضوع الاخ هيثم خليل هو صاحب قناة امتون قناة للكرتون ومشاء الله هذه القناة طيبة وتابعوها ان شاء الله موجود فيها فيديوهات رائعة جدا يقول من الامور المرعبة والتي تحمل دلالات خطيرة هي ان جهات انتاج الرسوم المتحركة الكبرى مثل ديزني كرتون نتورك وغيرهم الكثير اصبحت تدعم بشكل صريح الشذوذ الجنسي وهو ما ظهر جليا في صفحاتهم المختلفة مؤخرا فيما مضى كانت جهات الانتاج الكبرى تلك تكتفي بالاشارة او بالتلميح الذي لا يفهم الطفل ولا يعيه وان كان يترك اثرا ما في قلبه اما الان فالامر سيتحول الى دعم مباشر وتطبيع لهذه المسائل دون ان يشعر المتلقي بالغرابة فضلا عن الاشمئزاز المتابع لدراما الطفل الاجنبية سيرى ان وجود البطل ولاه صديقة جيرل فريند اصبح امرا طبيعيا ومعتادا في كل اعمالهم تقريبا والان تخيل معي الوضع في المسألة الاخرى عندما يشاهد الطفل ان الذكر يقع في حب ذكر مثله او الانثى مع انثى مثلها وان يكون هناك متحولون لم يعجبهم الكيفية التي خلقهم الله عليها فاختاروا ان يغيروها وطبعا اتكلم على مسئولية الاباء وانه لا بد عليهم ان يكونوا على قدر المسئولية وطبعا احنا كلنا مش بتكلم على شخص بعينه كلنا مطحنين في عالم الحياة والعمل والانشغالات ولكن هذا الطفل انت مسئول عنه الى ان يصبح هذا الطفل يستطيع ان يعول نفسه وحتى في هذه المرحلة ايضا اذا استطعت ان تنكر عليه وتوجه هذا الطفل ما فيه مشكلة اخواني الكرام الموضوع خطير جدا ليس بالامر الهين هذه المؤسسات على اقل تقدير نقاطع هذه الاشياء ولا نسمح بان تمرر هذه الرسائل على اطفالنا اذا كنت انت كبير لا تتأثر بهذا الكلام فهذا شيء طبيعي انا وانت لما نشوف هذه الاشياء ربما عادي جدا ولا بد ان ننكر ونستطيع ان ننكر ونستطيع ان نميز لكن الطفل تزرع فيه هذه المفاهيم في هذه المرحلة الحرجة هذا كلام خطير وانتم تعلمون ذلك الطفل الان تتشكل فطرته عن طريق هذه البرامج والقنوات التلفزيونية لماذا؟ لان الاباء والامهات انشغلوا عن دورهم الطبيعي الدور الطبيعي هو زرع المفاهيم الصحيحة في نفوس الاطفال تعليم الاطفال القرآن السنة العلوم الاسلامية المختلفة هذا هو الذي يقي الطفل من تلك الشبهات والشهوات باذن الله تبارك وتعالى وان فعلت ذلك وحصل اي شيء او انتكاسة للطفل فانت اديتها ما عليك ما عليك الا ان تؤدي الدور المطلوب منك ثم بعد ذلك النتائج هذه من عند الله سبحانه وتعالى فان اهتدى هذا الطفل كان بها ان لم يهتدي ليس عليك اي مشكلة باذن الله تبارك وتعالى حبيت اوضح هذا الموضوع باختصار شديد لانه النقاشات وطلع واحد زي باسم يوسف يتكلم بطريقة فيها مغالطات انت طالما انت موجود في الفيسبوك والفيسبوك داعم لهذه الاشياء طب اتركوا وقاطع الاطفال غير الكبار يا جماعة انت لما تشوف هذه الاشياء تستطيع ان تمكر تستطيع ان تميز تستطيع ان تقول هذه فاحشة تبقى هذه فاحشة عند الناس اللي عندهم فطرة سليمة اما الطفل لما تنكس فطرته وتطمس الهوية والفطرة مبكرا بكرا لما تيجي تكلمه ان هذا حرام او هذا عيب ما تستطيع تقنعه هذا هو الفرق بين الاطفال الان وبيننا نحن الذين نشأنا في مجتمعات تقول ان هذا الشيء حرام ولا يجوز وهذه فاحشة هذا هو الفرق الفرق الان ان العالم اصبح قرية صغيرة فاتقوا الله واتقوا الشبهات وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة